نصف قرن قضاه الحاج نعمة بين خشب الزوارق تغير الكثير ولم يتغير صانع الزوارق الأشهر في قضاء الكوفة شرقية مدينة النجس قاوم الحداثة والزمن وأزمات المياه بمهنة عريقة قاربت على الاندثار نحن بهذا المكان صارنا بسوق البشمس من السبعينات بهذا السوق على الكورن يشمال الكوفة يعني من السبعينات كانوا قبل أخوتي ومن بعد أخوتي إحنا استلمناها من أخوتي وإحنا أولادهم قاعد يشتغل بيها وأبوي هم قبل كان يشتغل يعني من الزمن الستينات والقبل يعني من قبل أجدادنا كانوا يشتغلون بيها في مكان الكوفة الزوارق النهرية المصنعة في الكوفة تعرف بالعديد من الأسماء منها السمات والمشحوف والكعد وأغلبها تستخدم بصيد الأسماك ونقل الأشخاص والبضائع وفي الرحلات النهرية وعادة ما يطلق محليا عليها اسم البلم فهذا حاليا هو المطلوب الكعد ومطلوب الكعد يعني الزغير ومطلوبة تشلكة ومطلوب البلم التشبير نشتغل للثرثار البلم التشبير فحسب الماء إلى الماء أكو أعدهم بالثرثار وأكو سمشة نطلبون البلام الكبار ونشتغل جميع البلام يعني مو نوع واحد يعني أي بلم يردو حسب ليطين المواصفات أو يراوينا الصورة مالة القالب نشتغلها وكل من حسب خشبة وحسب المكان مالها وللأبلام والزوارق قيمة تراثية تتميز بها مدينة الكوفة منذ قرابة ثلاثة قرون حين كانت أحد المراسل المهمة للسفن الكبيرة في بحر النجف عاد الفرات مرة ثانية إلى الكوفة في عام 1775 وبعودته كانت هناك الحاجة إلى الزوارق وإلى الأبلام وإلى الأكلاك وما شابها لنتيجة لحاجة المدينة لنقل البضايع ونقل الزوار من جنوب العراق إلى كربلا وإلى النجف الأشرف فكانت هذه المدينة تتميز بصناعة جميع المراكب الكبيرة منها والصغيرة منذ عام 1775 وهناك ناس مختصين بهذا الشأن وتمر صناعة الزوارق بمراحل متعددة تبدأ بتصميم العمود الفقري للزورق أو ما يعرف من مفردات المهنة بالبلم وتعتبر الأخشاب المادة الرئيسية في صناعته ومن أنواعه الصاج وأخشاب شجر التوت والسدر التي يمتاز خشبهما بالصلابة ومقاومتها للصدمات النهرية ولأن صناعة الزوارق من المهن القديمة في الكوفة فإنها احتفظت بأماكنها في الأزقة والأسواق القديمة على الحاجة الحرة النجف